اشتركوا في القناة 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 السين لها قانون والصاد لها قانون قانون السين بتضرب المعيار في جهة الزاوية قانون الصاد بتضرب المعيار في جهة الزاوية المعيار عندك هنا ب12 والزاوى ب60 فلو عايز السين هدرب المعيار اللي هو 12 في جهة الزاوية اللي هي 60 لو عايز الصاد ادرب في جهة هتب ب12 جهة 60 اكتب دي بالقال هتطلع معك ب6 اكتب دي بالقالة هتطلع معك بستة جزر ثلاثة إبا المتاجة على الصورة الإحداثية هيساوي ستة وستة جزر ثلاثة إبا وكان بدينا صورة قطبية احنا حولناها الصورة إحداثية تعالوا شوف العكس هنا هيعكس هيديك الصورة الإحداثية ويطلب منك الصورة القطبية هيديك الصورة الإحداثية عن سين وصاب ويطلب القطبية عن عايز المعيار والزاوية مثلا المتاجة هقلب بستة وستة جزر ثلاثة هذه صورة إحداثية حتى نحن في هذه الزواية نحن نريد الصورة القطبية والله أنت عايز صورة قطبية يعني عايز معيار المتجه وعايز زاويته أجيبهم منين المعيار لقانون والزاوية لها قانون قانون المعيار جزر سين تربيع زاية صاد تربيع والزاوية تجي من الزاد زاية سيتة اللي هي الزاية اللي عايزينها بتصوى صاد على سين تعني عود في القوانين أنت عندك السين بستة والصاد بستة جزر ثلاثة هتربحهم إبقى المعيار بيساوي جزر ستة تربيع زاية ستة جزر ثلاثة تربيع اكتبهم بالآلة المعيار هيطلع معك بـ 12 عايزين الزاوية أقول له زاية سيتة بتصوى صاد على سين صاد على سين يعني هنقسم ستة جزر ثلاثة على ست اختصر الستة تروح هتفضلك جزر ثلاثة الجزر ثلاثة دي اللي هي زاية سيتة احنا عايزين الزاوية نفسه فهنضغط شفت شفت تان جزر ثلاثة الزاوية ده تطلع معك بـ 60 درجة ما تسيبهاش لازم تدخلها الربع أدخلها أنهرب على حسب شرط النقطة دي هي الستة موجب وستة جزر ثلاثة برضو موجب موجب وموجب ده الربع الأول نفتكر الاربع الربع الأول شراطه سين موجب وصاد موجب شراطه موجب وموجب الربع الثالث عكسه السين سالب والصاد سالب سالب وسالب ده الربع الثالث الربع الثالث السين سالب والصاد موجب سالب وموجب ده الربع الثالث الرابع عكسه موجب وسالب لو عايزين ندخل الزاوية الاربع الزاوية تدخل للربع الأول تنزل زي ما هي في الربع الثالث بتنجس عن 180 اسمها 180 ناجس سيتا في الربع الثالث تزيد عن 180 180 زياد سيتا الربع الرابع بتنجس عن 360 360 ناجس سيتا يا رب تكونوا فاكرين الحاجات دي اخدناها كلها فولها سانون احنا هنا هندخل الزاوة الربع الاول عشان النقطة عندنا موجب وموجب الزاوة في الربع الاول تنزل زي ما هي يبا كده جبت معيار المتجه بساوة 12 وزاويته ب60 كده نقدر نكتب المتجه على صورة القطبية المعيار ب12 وزاويته ب60 دي الحاجات اللي هنحتاجها من الاولى سنوي هتساعدنا كتير النهاردة تعال نشوف درسنا بيجو ليه في درس النهاردة هنعرف ازاي نجيب محصلة عدة قوة مطلقية في نقطة انت في الدرس الاول كان بيجيب قوتين بس مطلقين في نقطة واحد ويقول لك هات محصلة القوتين دول كنا بنجيب المحصلة بقانون جازر قف واحد تربيع زاد قف اثنين تربيع زاد اثنين قف واحد قف اثنين جتائه النهاردة مش هيديك قوتين بس تهيديك عدة قوة اكتر من قوتين بيتجابله في نقطة ممكن يديك ثلاث قوة اربح قوة خمس قوة كلهم بيتجابله في نقطة واحدة ويقول لك هات محصلتهم محصلتهم يعني قوة واحدة لها نفس تأثير القوة دي إزاي نجيب محصلة عدة قوة؟ الدرس ده تلاقيه فكرتين ممكن يديك القوة ككميات متجهة كمتجهات وممكن يديك القوة كمقادير فكرة الأولى هيديك فيها القوة كمتجهات ودي خدناها برضو فقلها ثانوية لو إديك القوة كمتجهات وعايز المحصلة بتجمع القوة دي المحصلة كمتجه بتساوي مجموع القوة اللي بتأثر على الجسم أنت عندك هنا قوة تين فهتجمع القوة تين دول قاف واحد زاد قايف اثنين لو عندك ثلاث قوة هتجمعهم لو عندك ميت قوة هتجمعهم إمت أعمل كده؟ لو إديك القوة كمتجهات للمسال مديك القوة الأولى بتساوي أربعة في اتجاه سين والقوة الثانية بتساوي تمانية في اتجاه سين نقص خمسة في اتجاه صوى إحنا عايزين معيار المحصلة طب نجيب المحصلة الأول بعد كده نجيب معيارها أجيب معيارها من قانون المعيار اللي هو جزر سين تربيع زائد صاد تربيع تعنجي بالمحصلة الأول والله مدين لكا متجهات فهنجمع القوى اللي عندنا أقوله المحصلة بتساوي لما تجي تجمع اجمع السين مع السين والصاد مع الصاد السين هنا بأربعة وهنا بتمانية أربعة زائد تمانية بأتناشر إبقى اتناشر في اتجاه سين الصاد هنا ما فيه الصاد يعتبر صفر والصاد هنا بسالب خمسة إبقى تنزل سالب خمسة صاد دي كده المحصلة كمتجهة إحنا عايزين معيارها فنجيبها بقانون المعيار جزر سين تربيع زائد صاد تربيع إبقى جزر هتربع السين عندك بأتناشر والصاد بسالب خمسة هتربعهم إبقى اتناشر تربيع زائد صاد بخمسة تربيع اكتبها بالأهل هتطلع معاك بـ 13 إبقى معيار المحصلة بتساوي 13 وحده السؤال الثاني العكس هيديك المحصلة نفسة لكن عايزين مجهول هنا عايزين ألف وبيت مديك القوى الأولى بتساوي سين ناجس صاد دي تعتبر واحد وهنا واحد القوى الثانية اتنين سين ناجس أربع صاد ومحصلتهم ديك المحصلة نفسة اتنين ألف في اتجاه سين ناجس ثلاثة به في اتجاه صاد عايزين ألف زائد بيت تب نجيب ألف وبيت الأول بعد كده نجمحه هجيبهم منين هنجيبهم من المحصلة اللي مديها لك إحنا عارفين قانون المحصلة عندك كم قوة قوة تين هتجمحهم ممكن نكتبها على صورة الإحدى سيه بتكون أثر هتساوي اتنين ألف وسالب تلاتة به المحصلة نفسها مديها لك اتنين ألف وسالب تلاتة به بتساوي تعالى نجمع الكوتين هجمع سين مع سين وصاد مع صاد واحد واثنين تلاتة يبقى مجموعة السنات تلاتة اجمع الصادات سالب واحد وسالب أربع سالب خمسة كده نقدر نجيب الألف والبيه اللي احنا عايزينه هنساوي السين بالسين والصاد بالصاد هنساوي السين اللي هي اتنين ألف هنساوي السين بتلاتة ونساوي الصاد اللي هي سالب تلاتة به نساوي بسالب خمسة معادلات اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين يبقى اللي بتساوي تلاتة على الاثنين اقسم هنا على سالب تلاتة وهنا على سالب تلاتة يبقى به بتساوي خمسة على التلاتة عشان السالب هيروح مع السالب كده عندك الألف والبيه هو عايز يجمعهم هنجمع تلاتة على الاثنين زائد خمسة عالتلات لما تجمع دول بالآلة هتطلع معك بتسعتاشر عالستة تسعتاشر عالستة ممكن تلاجعه في الاختيارات تلاتة وستس دعنا ناخد مسألتين كمان شبه دي آخر مسألتين في الفكرة دي السؤال التالي تشبه السؤال اللي فات بالزبط الاختلاف بس ان هنا مديك المحصلة عصورة القطبية مديك المرادة تلات قوة بيقول لك تلات قوة محصلتهم بستة جزر اتنين وثلاثة على الاربعة باي البي دي بمئة وتمانين درجة طالما عندك زاوية يبدي صورة قطبية احنا عايزين ألف ناجس به عايزين ألف ناجس به هنجيب ألفه به الأول بعد كده نترحم بس عشان أعرف حل المثال لازم نحول المحصلة من الصورة القطبية للصورة الإحداثية صورة إحداثية يعني انت عايز سين وعايز صاد قولنا السين قانون المعيار في جاتة الزاوية الصاد معيار في جاتة الزاوية تعال نحولها المعيار عندك بستة جزر اتنين في جاتة الزاوية اسمها ثلاثة على الاربع باي البي بمئة وتمانين درجة فضروبها في ثلاثة على الاربع هتساوي مية خمسة وتلاتين الصاد نضروب في جات يبقى ستة جزر اتنين جا مية خمسة وتلاتين اكتب دي بالقال هتطلع معك بسالب ست واكتب دي بالقال هتطلع معك بموجة بست يبقى المحصلة على الصورة الإحداثية بتساوي سالب ستة وستة كده هنكمل زي المثال اللي فات بالزبط ها مدك محصلة القوة اقول له القالة ما تكون متجهات بتساوي المجموع عندنا ثلاث قوة هنجمع قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف ثلاث المحصلة نفسها هي اللي جبناها دي سالب ستة وستة اكتب تحتيها سالب ستة وستة يساوي واجمع الثلاث قوة اللي عندك اجمع السنات كلها مع بعض والصادات كلها مع بعض ثلاثة زائد ألف نجس اتنشر اجمع الاعداد بس واسيب الألف زي ما هي ثلاثة نجس اتنشر سالب تسعة سالب تسعة زائد ألف تنزل زي ما هي سالب تسعة زائد ألف نجمع الصدات اتنين وسبعة تسعة تسعة زائد بي تنزل زي ما هي تسعة زائد بي بعد كده هنساوي السين بالسين والصاد بالصاد السين اللي هي سالب تسعة زائد ألف هساوي بالسين اللي هنا سالب ستة الصاد اللي هي تسعة زائد بي هسوا بالصاد اللي هنا اللي هي ست وتعملها معادلة هتودت تسعة بعكس الإشارة والسلب تسعة بعكس الإشارة الالف هتطلع معاك بموجب تلاتة والبي هتطلع معاك بسالب تلاتة كده جبت الالف والبي هو عايز يطرحهم الالف بتلاتة ناجس اللي بتاعت الطرح والبي هتطلعت بسالب تلاتة سالب في سالب بموجب تلاتة زائد تلاتة بست إبقى ألف نقص باللي عايزة بتساوي ست كل فكريتها أنه كان مديك المحاصلة على صورة القطبية إحنا حاولناها صورة إحداثية آخر مثال في الفكرة دي بيقول لي إذا أسرت القوة القوة الأولى ستة سين زاد سبعة صاد القوة الثانية ألف سين نقص تسعة صاد القوة الثالثة خمسة سين زاد به صاد أسرت في نقطة مادية وكانت القوة متزنة اللي عايزه عايز ألف زاد اثنين بي برضو هنجيب الألف والبي ونعوض عنه اللي أتحلي لك المثال الكلمة دي القوة متزنة دي نفهم منها أن المحاصلة بتساوي صفر والعكس لو المحاصلة طلعت معك بصفر تفهم من القوة متزنة يعني الجسم اللي بتأثر عليه ثابت ما بيتحركش فهو كان بيقول لنا أن القوة متزنة نفهم من المحاصلة بتساوي صفر المحاصلة بصفر يعني السين هتطلع بصفر والصاد برضو هتطلع بصفر تعني نجيب المحاصلة أقول له محاصلة القوة بتساوي مجموع القوة دي المحصلة عندنا بصفر هنسويها بمجموعة القوة تعال نجمع اجمع السناد 6 زاد ألف زاد 5 5 و 6 11 زاد ألف تنزل زي ما هي 11 زاد ألف اجمع الصداد 7 مقص 9 سالب 2 سالب 2 زاد B تنزل زي ما هي سالب 2 زاد B آخر خطوة هنسوي السناد بصفر والصداد بصفر ده عشان القوة متزنة إبقى هنسوي 11 زاد ألف بصفر وسالب 2 زاد B برضو بصفر ودي الموجة ب11 بعكس الإشارة سالب 11 ودي السالب 2 بعكس الإشارة موجة ب2 عندك الألف والبع عوض عنهم هنا هو عايز ألف زاد 2B الألف بسالب 11 زاد 2 في B والبع جبناها ب2 لازم تضرب الأول الضرب قبل الجمع الضرح 2 في 2 ب4 4 نجز 11 سالب 7 يبقى ألف زاد 2B اللي عايزها بتساوي سالب 7 دي الفكرة الأولى في الدرس ده لو إداك القوة كمتجهات لو عايز المحاصلة بتجمع القوة بالدهالة خذ عليها مثال في الكاشكول وندخل في الفكرة الأهم لو إداك القوة كمقادير ندخل في الفكرة الثانية وده يعتبر درسنا النهاردة لأن كل اللي فاتخدنا فلسانة اللي هو لو إداك القوة دي كمقادير مش متجهات هيديك 3 قوة أو أكتر بيتجاب له في نقطة واحدة ويقول لك هات محصلتهم يطلب منك مقدار واتجاه المحصلة أقول له مقدار المحصلة بيجيب من القانون جازر سين تربية زاد سال تربية واتجاه المحصلة بيجيب قانون الزا زاهية أو سيتة بتسوي صاد على سين تفين سين وصاد سين وصاد بنجيبه من الجدول ده بتعمل الجدول فوق بتكتب فيها القوة اللي مدها لك وتحت بتكتب الزاوية بتاعتها يعني مثلا أنت عندك هنا 3 قوة مديك مقدار واتجاه كل قوة القوة الأولى مقدارها 8 نوتين وتؤثر في اتجاه الشرق القوة الثانية مقدارها 5 جازر 2 وتؤثر في اتجاه الشمال الشرقي الشمال الشرقي يعني هنا 45 وهنا 45 طالما مش مديك زاوية القوة الثالثة مدها لك بتلاتة نوتين وتؤثر في اتجاه الشمال احنا عايزين مقدار واتجاه محصلتهم اقول له عشان اجيب مقدار واتجاه المحصلة لازم اجيب سين وصاد اجيبها ابنين من الجدول ده فوق اكتب القوة اللي عندك عندك القوة 8 و 5 جازر 2 و 3 اكتبها فوق القوة الأولى ب 8 كده 5 جازر 2 و كده 3 مش مهم الترتيب تحت اكتب الزاوية بتاعتهم قلنا زاوية القوة دايما بتبدأ من الاتجاه الموجب لمحور السينات دايما بنبدأ القياس من الاتجاه الموجب لمحور السينات اللي هو اتجاه الشرق القوة الأولى منطبقة على الاتجاه الموجب لمحور السينات يبقى زاويتها بصفر انت تعرف على طول اي قوة في اتجاه الشرق زاويتها بصفر القوة لو في اتجاه الغرب زاويتها 180 لو في اتجاه الشمال زاويتها 90 لو القوة في اتجاه الجنوب زاويتها 270 اللي هي الزوية الربعية القوة الأولى في اتجاه الشرق يبقى زويتها بصفر القوة الثانية فين زويتها ابدأ القياس من الاتجاه الموجب لمحور السناد ابدأ من الاتجاه الموجب لغاية ما توصل للقوة زويتها بكام 45 ابدأ القوة الثانية زويتها 45 القوة الثالثة في اتجاه الشمال يبقى زويتها 90 حتى لو بدأنا من هنا ووصلنا للقوة دي هتلاقاها 90 درجة يبقى القوة الثالثة زويتها 90 إبه فوق بتكتب القوة اللي عندك وتحت بتكتب الزاوية بتاعتها المهم الزاوية تبدأ من الاتجاه الموجب لمحور السنين كده نقدر نجيب سين وصاد لو عايز سين هتضرب القوة في جت الزاوية تضرب كل قوة في جت الزاوية بتاعتها لو عايز صاد بتضرب القوة في جت الزاوية كل قوة في جت الزاوية بتاعتها السين بتضرب في جت الصاد بتضرب في جت أنا عايز السين إبه هتضرب القوة في جت الزاوية إبه 8 جت صفر زائد 5 جزر 2 جاتة 45 زائد 3 جاتة 90 اكتب كل كلام ده بالقالة السين هتطلع معك ب13 لو عايز الصاد هضرب القوة في جاتة زاوية هتكتب نفس السطر ده بس بدل جاتة هتخليها جاتة البصات بتساوي 8 جاتة 0 زائد 5 جزر 2 جاتة 45 زائد 3 جاتة 90 اكتب الكلام ده بالقالة السادة هتطلع معك ب8 جبت السين وجبت الصاد تقدر تجيب مقدر المحصلة والتجاه مقدر المحصلة قانون وجازر سين تربية زائد صاد تربية السين عندك ب13 والصاد ب8 هتربحه يبقى جازر 13 تربية زائد 8 تربية اكتبها بالقال هتطلع معك 15 و 26 من 100 نيوتن تقريبا ده كده مقدر المحصلة عايز الاتجاه بيجي من القانون زاهي هساوي صاد على سين صاد ب8 والسين ب13 هتكسمهم إبقى 8 على 13 احنا عايزين الزاوية نفسها فانضغط شفت شفت تان 8 على 13 اكتبها بالقالة الزاوية هتطلع معك ب31 درجة و 36 دجيجة ما تسيبهاش دخلها الربع ادخلها الربع على حسب شرط السين والصاد والله السين موجب والصاد موجب موجب وموجب ده الربع الاول الربع الاول الزاوية بتنزل زي ما هي إبقى كده جيبت مقدر المحصلة واتجاه المحصلة اللي هي زاويتها هتلاقي كل مسال الحصة نفس الفكرة كده هنعمل فيها نفس الخطوات في الاول هترسم القوى وتجيب الزاوية بتاعتها بكده تعمل الجدول ده فوق تكتب القوى وتحت تكتب الزاوية بعد كده أربع خطوات سين وصاد وقانون مقدار المحاصلة وقانون اتجاه المحاصلة سين بتضرب القوة في جهة الزاوية صاد بتضرب القوة في جهة الزاوية بعد كده اتعوض في القوانين دي تجيب مقدار المحاصلة واتجاهها التقرار يعلم الشطار تعاني اخد شوية مساء القطار على الدرس ده السؤال الثاني معنا نفس الفكرة ازاي ده بس ان احنا اللي هنرسم هترسم كل قوة وتحط الزاوة بتاعتها اهم خطوة لما تجيب تجيس الزاوية تبدأ من الاتجاه الموجب لمحوري السينات تعاني جرا ونرسم مرة ده مديك اربح قوة اربح قوة مستوية تؤثر في نقطة مادية هنفرض ان النقطة دي هي نقطة الاصل هيدك مقدار واتجاه كل قوة القوة الاولى مقدارها اربع نيوتن وتؤثر في اتجاه الشرق تعاني نرسمها القوة الاولى في اتجاه الشرق مقدارها كام مقدارها اربع نيوتن وعلى طول طالما في اتجاه الشرق إبقى زاويتها بصفر القوة الثانية مقدارها 2 نيوتن وتؤثر في اتجاه 60 شمال الشرق شمال الشرق يعني بين الشمال وبين الشرق أما الرادة ميديك زاوة فمش هنرسمها في النص بالزبط الاتجاه اسمه 60 شمال الشرق أحط الستين فين عند الاتجاه المكتوب الثاني على طول اللي هو هنا اتجاه الشرق ده اتجاه الشرق هنحط الستين عنده مقدارها كام القوة دي مقدارها 2 نيوتن القوة الثالثة مقدرها 5 نيوتن وتؤثر في اتجاه 60 شمال الغرب يعني بين الشمال وبين الغرب يعني نرسم القوة بين الشمال والغرب الستين تحطها فين؟ حطها عند الاتجاه الثاني عند الغرب ده كده الغرب أحط الستين هنا طبعا دي كلها 90 منها 60 بفضلك 30 دي كلها 90 منها 60 فضلك 30 آخر قوة للقوة الرابعة مقدرها 3 جزر 3 وتؤثر في اتجاه 60 غرب الجنوب غرب الجنوب يعني بين الغرب وبين الجنوب برضو مديك زاوة فمش ترسمها في النص بالظبط زاويتها بكام؟ زاويتها بستين هتحطها فين؟ عند الجنوب ده الجنوب أحط هنا الستين كان مقدرها كام القوة دي؟ كان مقدرها 3 جزر 3 برضو دي 60 يبديه 30 نسينا نكتب مقدر القوة الثالثة كان مقدرها بخمسة كده انت رسمت القوة وحطت الزواء تعال نعمل الجدول القوة اللي عندك 1 ب4 1 ب2 1 ب5 1 ب3 جزر 3 قلنا الترتيب مش مهم تعال نحط الزواية الزواية دايما بنبدأ من الاتجاه الموجة بالمحور السناء دي منطبقة على الاتجاه الموجة يبديه زاويتها على طول بصفر قوة الثانية ب2 فين زاويتها ابدا من الاتجاه الموجة بالمحور السناء هتلاقي زاويتها ب60 يبديه القوة الثانية زاويتها 60 القوة الثالثة اللي هي الخمسة فين زاويتها؟ ابدا من الاتجاه الموجب لمحور السنات لغاية ما توصل للقوة دي كلها كده زاويتها اجمع 60- 30- 30- 120 أما تقول دي 90 وتزيد 30 يبقى 120 آخر القوة اللي هي 3 جزر 3 فين زاويتها؟ ابدأ من الاتجاه الموجب لمحور السنات لغاية ما تغبط في القوة ابدا تجمع 60- 30- 30- 30- 30 أما تقول احنا لما نوصل لهنا كده وصلنا الـ 180 زود عليها 30 يبقى 210 كتبت كل قوة والزاوية بتاعتها الباقي سهل عندك 4 خطوات سين وصاد مقدار المحصلة واتجاهها سين هدرب كل قوة في جتة الزاوية يبقى 4 جتة 0 زاد 2 جتة 60 زاد 5 جتة 120 زاد 3 جزر 3 جتة 210 دي السين الصاد زيها بالظبط سبقا دل جتة خليها جاد 4 جة 0 2 جة 60 5 جة 120 زاد 3 جزر 3 جة 210 الباقي شغل آلة هتكتب الكلام ده كله بالآلة بالمناسبة لما تجي تكتب بالآلة الآلة بتفتح لقوص أي قوص تفتحه لك الآلة تكفله بعد الزاوية هي بتفتح لقوص اكفله القوص وعند 3 جزر 3 دي امشي اتجاه له قدام عشان تبعد عن الجزر شغل الآلة ده مفروض تكونوا عارفينه الواحد لما تكتب دي بالآلة السين هتطلع معاك بسالب 2 واكتب دي بالآلة السين هتطلع معاك بـ 2 جزر 3 كده جبنا السين والصاد نقدر نجيب مقدار المحصلة جزر سين تربيع زاد صاد تربيع هتبى سالب 2 تربيع زاد 2 جزر 3 تربيع اكتبها بالآلة تطلع معاك بـ 4 نيوتن دي مقدار المحصلة الاتجاه بنقسم صاد على سين ظاهي بساوي صاد على سين 2 جزر 3 على سالب 2 اللي اتنين هتطروح هتفضلك سالب جزر 3 نضغط شفت شفت تان جزر 3 بس مالكش دعو بالسالب السالب ده بتاع الربع اضغط شفت تان جزر 3 الزوية هتطلع معاك بـ 60 درجة اخر خطوة بامسك الزوية دي ادخلها الربع ادخلها الربع على حسب شرط السين والصاد السين سالب والصاد موجب سالب وموجب ده الربع التاني الربع التاني السين بتكون سالب والصاد موجب يبقى نمسك الزوية دي ندخلها الربع التاني الربع التاني بينقص عن 180 اسمه 180 ماجس سيد او نقص هيه اللي عندنا دي 180 نقص 60 بتسوي 120 درجة اهي دي اتجاه المحصلة يبقى مقدار المحصلة بيسوي 4 وزويتها 120 درجة اهم خطوة في المثال دي انك ترسم صح وتجيب الزوايا صح ده السؤال السادس نشوف السؤال السابع السؤال السابع نفس الفكرة لكن ايه الاختلاف ان القوة فيها مجهولة فيها قاف عاية ده نعمل نفس الخطوات تعال نرسم بديك برضو اربع قوة مستوى ومطلقية في نقطة مقاديرها قاف واثنين قاف وثلاثة جزر ثلاثة قاف واربع قاف دي مقادير القوة الزوايا بين القوة الاولى والتانية 60 درجة تعال نرسم بيقولك الزوايا بين القوة الاولى والتانية 60 تب هي افين القوة الاولى افرضها دايما ناحية الشرق دايما بنفرض القوة الاولى ناحية الشرق دي القوة الاولى مقدرها كام القوة الاولى مقدرها قاف بيقول لك الزاوة بين القوة الأولى والتانية 60 درجة فبعد القوة الأولى هنزود 60 درجة دي كده القوة الثانية كان مقدارها كام 2 قوف الزاوة بينهم كام درجة 60 إبقى نكتب هنا 60 كده رسمنا القوةين القوة الأولى ناحية الشرق والزاوة بينها وبين القوة الثانية 60 درجة على طول دي 60 إبقى دي 30 عشان كلها 90 ومدك الزاوة بين القوة الثانية والثالثة 90 درجة دي كده القوة الثانية الزاوة بينها وبين الثالثة 90 درجة كده احنا مشينا 30 زوة 60 كمان الزاوة بين القوة الثانية والثالثة 90 درجة عندك دي 30 يبقى ناخد من هنا 60 كده الزاوة فعلا بين الثانية والثالثة 90 درجة القوة الثالثة مقدارها كام؟ مقدارها 3 جازر 3 قاف عندك دي 60 يبقى بجيلك هنا 30 اخر معطى مديك الزاوة بين القوة الثالثة والرابعة 150 درجة دي كده القوة الثالثة هنبعد عنها مية وخمسين درجة كده انت مشي التلاتين وكده مشي التسعين كمان يبقى مية وعشرين مشينا مية وعشرين فاضل كام على المية وخمسين فاضل تلاتين فهناخد من هنا تلاتين الزاوة بين القوة الثالثة والرابعة مية وخمسين درجة عندك دي تلاتين ودي تسعين يبقى مية وعشرين فاضل كام على المية وخمسين فاضل تلاتين كده فعلا الزاوين الثالثة والرابعة 150 درجة مقدرة كامل قوة الرابعة 4 قاف اكتب عندها 4 قاف كده رسمت الرسمة بتاعتك تعني اعمل الجدول هنا هكتب القوة اللي هي كامل دهالة قاف و 2 قاف و 3 جزر 3 قاف و 4 قاف المهم عندي تجيب الزاوية صح القوة الاولى في اتجاه الشرق يبقى زاوتها على طول بصفر القوة الثانية بينها وبين اتجاه الشرق 60 درجة يبقى اتنين قاف زاويةها 60 القوة الثالثة ابدأ من الاتجاه الموجب لمحور السينات لغاية ما توصل للقوة يبقى تجمع 60 و 30 و 60 هتسوي 150 درجة القوة الرابعة زاويةها كامل ابدأ من الاتجاه الموجب لمحور السينات ويمشي لغاية ما توصل للقوة اجمع كل ده تلو وصلت الهين كده 270 زود عليها 30 يبقى بتسوي 300 درجة عملت الجدول بتاعك تعني جيب سين وصاد ومقدار المحاصلة واتجاهها سين هضرب كل قوة فجاتها الزاوية قوة الأولى اسمها قاف هضربها فجاتها صفر القوة الثانية اسمها 2 قاف هضربها فجاتها 60 قوة الثالثة اسمها 3 جازر 3 قاف هضربها فجاتها 150 آخر قوة اسمها 4 قاف هضربها فجاتها 300 نحسب دي على الألة ازاي؟ احنا ممكن ناخد القاف عمل مشترك عشان كلهم فيهم قاف فاحنا ناخد قاف عمل مشترك خدت القاف هتوضلك جاتها صفر خدنا قاف هتوضلك 2 جاتها 60 خدنا قاف هتوضلك 3 جازر 3 جاتها 150 وهنا خدنا قاف هتوضلك 4 جاتها 300 كده نقدر نكتب القوة دي على الألة اكتبوا على الألة هيتديك سالب نص سالب نص في قاف يبقى بيساوي سالب نص قاف دي كده قمت السين الصاد هنعمل نفس الخطوات بالظبط بس بادة الجاتة هنخليها جاة وبرده هناخد عمل مشترك هناخد قاف عمل مشترك ونجمع دول بالألة هتطلع معنا بجازر 3 على 2 تنضرب في قاف دي قمت الصاد عندك السين وعندك الصاد نقدر نجيب مقدار المحصلة جزر سين تربيع اللي هي سالب نص قاف تربيع زاد صاد تربيع اللي هي جزر 3 على 2 قاف تربيع تعال الربع الأول بعد كده نجمع ونجيب الجزر الجزر ينزل لما تربح سالب نص يديكه ربع وربع القاف بقاف تربيع ربع جزر 3 على 2 تديك 3 على 4 والقاف تربيعها قاف تربيع اجمع ربع قاف تربيع و3 تربع قاف تربيع يبقى 1 قاف تربيع جزر القاف تربيع بقاف يبقى مقدار المحصلة بيسوي قاف عايزين الاتجاه من قانون الزاب الزاب يسوي صاد على سين هنقسم صاد اللي هي جزر 3 على الاتنين قاف على سين اللي هي سالب نص قاف القاف هتروح مع قاف ويقسم دول هتسوي سالب جزر 3 مالكش دعو بالسالب هتضغط shift 2 shift 2 جزر 3 الزاوية هتطلع معاك ب60 درجة اخر خطوة دخلها الربع دخلها الربع على حسب شرط السين والصاد السين سالب والصاد موجب إبقى ده الربع الثاني إبقى دخل الستين والربع الثاني الربع الثاني بنطرح من 180 إبقى 180 ناقص 60 هتسوي 120 درجة كده المحصلة مقدارها قاف وزاويتها 120 درجة زي ما قلنا اللغز كله في الرسم والزاوية تعال نعكس الفكرة دي اخر مثال في الجزء ده هيعكس الفكرة هنا مديك المحصلة نفسها لكن عايز مجهيل في القوة عايزين قاف وكيف تعال نجراها مديك خمس قوة قوة الأولى مقدارها قاف ما نعرفهاش القوة الثانية بتسعة خمسة جزر 2 سبعة جزر 2 وكيف مديك الزاوية بين القوة الأولى والتانية 90 درجة تعال نرسم الزاوية بين القوة الأولى والتانية 90 فين القوة الأولى هنفرضها على طول ناحية الشرق اول قوة على طول بتفرضها ناحية الشرق مقدارها كامل قوة الأولى اسمها قاف ما نعرفهاش الزاوية بين القوة الأولى والتانية 90 درجة فهنبعد عن القوة الأولى 90 درجة انا وصل ناحية الشمال طالما القوة الأولى ناحية الشرق القوة الثانية عمودية عليها بناحية الشمال مقدارها كامل قوة الثانية مقدارها تسعة كده الزوى بينهم فعلا تسعين والزوى بين القوة الثانية والثالثة خمسة واربعين درجة انت عندك دي القوة الثانية هنبعد عنها خمسة واربعين درجة بين القوة الثانية والثالثة خمسة واربعين طالما دي خمسة واربعين بدي خمسة واربعين دي القوة الثالثة كان مقدارها كام؟ كان مقدارها خمسة جازر اثنين والزوى بين القوة الثالثة والرابعة تسعين درجة دي القوة الثالثة هنبعد عنها 90 درجة كده 45 زود 45 كمان بين القوة الثالثة والرابعة 90 درجة دي 45 يبدي برضو 45 مقدرة كام القوة الثالثة مدها لك 7 جزر 2 أخيرا الزوء بين القوة الرابعة والخامسة 45 درجة دي القوة الرابعة هنبعد عنها 45 درجة لأن انت عندك الزوء دي كلها 90 منها 45 بفضلك هنا 45 دي القوة الخامسة مقدرها كام مقدرها كاف ما نعرفهاش احنا عايزين قاف وكاف طيب هنعمل نفس الخطوات بتاعتنا هنعمل الجدول هنا هنكتب القوة ونكتب الزوء بتاعتها القوة اللي عندها قاف وتسعة وخمسة جزر 2 وسبعة جزر 2 وكاف الزوء بتاعتهم انت عندك ثلاث قوة سهلة القوة دي ناحية الشرق إبا زويتها صفر والقوة التانية ناحية الشمال زويتها 90 والقوة دي ناحية الجنوب زويتها 270 إبا القوة قاف زويتها صفر والتسعة زويتها 90 والقوة كاف زويتها 270 القوة دي اللي هي خمسة جزر 2 زويتها كام قلنا ابدأ الزاوية من الاتجاه الموجب لمحور السينات دي كده زويتها اجمع تسعين وخمسة واربعين مية خمسة وثلاثين أخيرا القوة للسبعة جزر 2 زويتها كام ابدأ من محور السينات ابدأ من هنا ولف في الغاوية ما توصل للقوة انت لو وصلت لهنا 180 زود عليها 45 كمان يبقى 225 هو عايز مننا قاف وكاف اجيبهم منين ما اديك معطي هنا بيقولك اذا كانت مجموعة القوة متزنة قلنا طالما القوة متزنة تفهم منها ان المحاصلة بتساوي صفر محاصلة بصف يعني سين تساوي صفر والصاد برضو تساوي صفر فاحنا هنجيب سين وصاد ونسويهم بصفر تعال نجيب سين هدرب كل قوة في جتة الزو بتاعتها بقى تساوي قاف جتة صفر زائد 9 جتة 90 زائد 5 جزر 2 جتة 135 زائد 7 جزر 2 جتة 225 زائد كاف جتة 270 دي السين الصاد هكتبها نفسها بالزبط بس بدل جتة خليها جتة كده جبنا السين والصاد هنسوي كل واحدة فيهم بصفر بس تعال اختصرهم الأول دي هتختصرها واحدة واحدة عشان عندك مجهيل هنا عندك قاف وكيف اكتب بالآلة جتة صفر كزين صفر بواحد واحد في قاف بقاف زائد الثلاث حدود دول ممكن تكتبهم كلهم بالآلة مفهومش مجهول اكتب ده كله بالآلة هتطلع معاك بسالب 12 آخر واحدة كاف جتة 270 اكتب جتة 270 بالآلة بصفر هتطلع بصفر فكده الحد ده هتلغى معاك إبقى الناتش قاف نقص 12 هسوها بكام هسوها بصفر لأنه هو بيقول لك القوة متزنة نفهم منها النسين بصفر كده هتقدر تجيب القاف ود السلب 12 الناحية التاني بعكس الإشارة يبقى قاف بتساوي 12 هنعمل نفس الكلام هنا هنفك حد حد اكتب بالآلة جه صفر جه صفر بصفر فكده القاف هتتلغى عندك الثلاث حدود دول ممكن نكتبهم كلهم بالآلة عشان مفهمش مجهول لو كتبتهم بالآلة هتطلع معاك بسبعة كاف جا 270 اكتب جا 270 أو صين 72 هتطلع بسالب واحد سالب واحد في كاف بسالب كاف دي الصاد هسوها بكام برضو هسوها بصفر عشان نرقوها متزنة اعملها معادلة طلع السالب كاف بعكس الإشارة يبقى كاف بتساوي سبعة يبقى كل فكرتها نجلك القوة متزنة نفهم ان المحصلة بتساوي صفر فجبنا السين وسوانها بصفر وجبنا الصاد سوانها بصفر قاف بتساوي 12 وكاف بتساوي سبعة الوحدة اللي عندنا سوكل كيلو جرام كده خلصنا الجوز الأول من المسائل خد عليها مسألة في الكاشكول ونشوف مسألة الأشكال نجي للجزء التاني من المسائل اللي هي مسألة الأشكال هيديك مثلا شكل سداسي يديك مستطيل مربع مسلس ويديك في قوة يقول لك هك محصلة القوة دي هنعمل نفس الكلام هو اللغز كله بس في الرسم بيقول لك أهل ببيه جيم دال هيه وهاو شكل سداسي منتظم لازم تكون عارفش خواص الشكل السداسي المنتظم شكل سداسي يعني فيه ستة أضلاق منتظم يعني الستة أضلاع دول يساوا بعض السداسي المنتظم كل أضلاعه متساوية وكل زواياه برضو متساوية منقول عداده كنا واخدين مجموع زوايا الشكل السداسي 720 درجة ده مجموع الزواياه كلها لو عايز كل زواب كام اكسم 720 على الستة عشان هم ست زوايا 720 على الستة يبقى كل زواب 120 درجة ودي تعرفها عشان هتتكرر معنا كتير زاوية السداسي المنتظم بتساوى 120 درجة طب عايزين نسمي السداسي ده هو اسمه أهل ببيه جيم دال هيه وهاو أحط ألف فين وبيه فين تعاني جارك ده ونشوف بيقول لك أسرة القوة 2 و 4 جزر 3 و 8 و 2 جزر 3 و 4 في نقطة ألف كل القوة طلعة من نقطة ألف في الاتجاهات ألف بيه و ألف جيم و ألف دال و ألف هه و ألف و و على الترتيب لحظت عندك حرف مشترك هنا اللي هو حرف الألف كل القوة طلعة من نقطة ألف كلمة على الترتيب يعني القوة 2 اتجاهها ألف بيه القوة الثانية اتجاهها ألف جيم القوة الثالثة اتجاهها ألف دال و هكذا احنا متعودين في الحال نرسم في الاول شبكة تربعية عشان نقدر نحدد الاتجاهات او الزواء هرسمها فين الشبكة التربعية احنا عندنا ضلع افق هنا هاعتبر الضلع ده هو محور السينات ده محور السينات وده مثلا محور الصدات كده رسمنا محاور نقطة الاصل هنا هتخلها النقطة اللي طلع منها القوة ها هي كل القوة طلع من نقطة الف لو ما كانش ميديكم النقطة دي شوف الحرف اللي اتكرر هنا الحرف اللي اتكرر في كل الاتجاهات الف يبقى كل القوى طلع من نقطة الف يبقى هكتب هنا الف كمل الشكل السوداسي اسمه alif b.jim.del.heh.wow يبقى بتخلي نقطة الأصل هي النقطة اللي طلع منها كل القوى كده نقدر نكمل الرسمة بسهولة وهو يدكي لأتجاهات القوى الاولى في اتجاه alif b وخلي بالكجال لك اتجاه alif b يبقى تعمل الساهمة من alif رايح لب القوى الثانية في اتجاه alif jim يعمل ساهمة رايح من alif لjim القوة الثالثة في اتجاه ألف دال نعمل ساهم رايح من ألف لدال القوة الرابعة في اتجاه ألف هي لو أكست الساهم المسألة كلها غلط هنفهم ليه في المثال اللي بعد ده على طول والقوة الأخيرة في اتجاه ألف و مديك مقادر القوة القوة الأولى باثنين وهنا أربعة جزر تلاتة القوة دي بتمانية القوة دي باثنين جزر تلاتة والقوة الأخيرة باربعة كده رسمنا القوة عايزين الزواية بتاعتها احنا قلنا زاوية السوداس المنتظم 120 درجة هتلجأ هنا مكسومة 4 أجزاء هذه زاوية 2 3 4 فهتكسم المائة وعشرين على الاربعة الاربعة زاوية دولي 7 120 على الاربعة يبقى كل زاوية 30 دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي 30 كده اعتبر خلصت عندك القوة وعندك الزاوية هنعمل الجدول فوق هنكتب القوة وتحت نكتب الزاوية بتاعتها القوة 2 دي منطبقة على محور السينات ابقى زاويتها بصفر القوة الثانية هتتزاوية اللي بينها وبين محور السينات قياسها 30 القوة الثالثة هتتزاوية اللي بينها وبين محور السينات تجمع 30 و30 و60 بين الاتجاه الموجب لمحور السينات القوة الرابعة زاويتها دي كلها تجمع 30 و30 و30 و99 اخر قوة زاويتها ابدا من محور السينات لغاية ما توصل للقوة يعني تجمع 4 تلاتينات يديك زاوية السوداس المنتظم اللي هي 120 درجة كتبنا القوة وكتبنا الزواب بتاعتها كده نقدر نجيب سين وصاد ومقدار المحصلة واتجاهها سين هضرب كل قوة في جهة الزواب بتاعتها صاد هضرب كل قوة في جهة الزواب بتاعتها أنا كاتبه مانا لما تجيب السين هتطلع معك بعشر ولما تجيب الصاد هتطلع معك بعشر جازر تلاتة نجيب مقدار المحصلة جازر سين تربيع زاد سات تربيع أتربع دول هتطلع جازر عشر تربيع زائد عشر جازر تلاتة تربيع اعملها بالقالة تطلع معك 20 الوحدة اللي عندنا سوكل كيلو جرام عايزين الزاوة هنقسم صاد على سين صاد على سين يعني عشرة جزر 3 على عشر لعشراتها تروح تفضلك جزر 3 اضغط شفتي تان شفتي تان جزر 3 الزاوة تطلع معك 60 درجة دخلها الربع على حسب الاشارة السين موجب والصاد موجب يبقى الربع الاول فهنسيبها زي ما هي يبقى المحصلة مقدارها 20 سوكل كيلو جرام واتجاهها 60 درجة لاحظ في المثال ده القوة كلها كانت طلعة من نقطة ألف طب افرض كان فيه قوة عندك اتجاهها مختلف بدل ما هيطلعة من نقطة ألف لا تهتكون داخلة في نقطة ألف نحلها ازاي تانشوف السؤال العشر هنا نفس المثال اللي فات هو مديك الرسم جاهز مديك شكل سداس وممتظم وعندك اربع قوة القوة الاولى مقدارها 15 قوة التانية 5 جزر 3 5 جزر 3 15 لكن خلي بالك في الاتجاهات قوة الاولى اتجاهها ألف بيه طلع من نقطة ألف القوة التانية اتجاهها جيم ألف داخلة في ألف القوة التالتة اتجاهها هيه ألف برضو داخلة في ألف القوة الرابعة اتجاهها ألف ويو عندك قوةين طلعين من نقطة ألف وقوةين داخلين في نقطة ألف احنا عايزين محصلة القوى دي احنا عشان نجيب محصلة القوى لازم تكون كلها طالعة من نفس النقط مينفحش قوى تكون طالعة والقوى تكون داخل تب نحل مشكلة الاتجاهات دي ازاي انا رسمها تاني هنا تعانجب الزواء عشان نرتاح منها نقولنا زاوة السوداسو كلها 120 120 بينجسمها على الاربع يبقى كل زاوة تلاتين هنا تلاتين وهنا تلاتين في المثال اللي فات كان رسم لك ألف دال فكت مكسومة تلاتين وتلاتين هنا حيشلك ألف دالي بزاوة دي 60 تعانحل مشكلة الاتجاهين دول انت عندك القوى ألف به طالعة من نقطة ألف دي مفهاش مشكلة ألف وو طالعة من نقطة ألف برضو مفهاش مشكلة القوى دي اتجاهها جيم ألف دي داخل على نقطة ألف داخل على نقطة ألف انت عايزها تطلع منها فهتعمل ايه فهتمدها كنا خدنا شبهها في الحصة الأولى يبقى مسكت القوى دي اللي هي جيم ألف مديتها القوى دي كان مقدارها 5 جازر 3 وتقدر تجيب الزاوة المرة الزاوة دي 30 يبقى الزاوة دي برضو بتلاتين بالتقابل بالرأس عاملين حرف اكس وطالما مديت القوى دي احزفها القوى جيم ألف طالما مدناها نحزفها هنعمل نفس الكلام مع القوى دي هي اتجاهها هيه ألف داخلها في نقطة ألف احنا عايزينها تطلع منها فهنمدها كان مقدارها كام؟ كان مقدارها برضو 5 جازر 3 وطالما مديتها احزفها كده حلنا مشكلة الاتجاهات المسألة خالصة هتلاحظ كده ان كل القوى طلع من نقطة ألف كلهم طلعين من نقطة ألف خلاص الباجي سهل اعمل جدولك فوق القوى وتحت الزاوة بتاعتها القوى الاولى منطبقة على محور السينات زاويتها بصفر القوى التانية فين زاويتها ابدا من الاتجاه الموجب لمحور السينات لو كانت ما توصل للقوى ليه زاوة السوداس الممتزم؟ الزاوة دي كلها بتساو 120 درجة القوى التالتة ابدا من الاتجاه الموجب لمحور السينات لغاية ما توصل للقوى انت لو وصلت لهنا ده 180 زود عليها 30 ايبا 210 ايبا القوى التالتة زاويتها 210 اخر القوى دي في ناحية الجنوب ناحية الجنوب ايبا زاويتها 270 كده عندك القوى والزاوة بتاعتها تقدر تجيب سين وتجيب صاد طبعا عشان ما فيش مكان لما تجيب السين هتطلع معك بصفر ولما تجيب الصاد برضو هتطلع معك بصفر طبعا ما سين بصفر وصاد بصفر ونقدر المحاصلة برضو يساوي صفر القوى هنا هتكون متزنة طبعا ما المحاصلة بصفر القوى بتكون متزنة فكارتها ان عشان تجيب محاصلة القوى لازم كلهم يكونوا طلعين من النقطة واحد ما ينفعش قوى تكون طالعة وقوى تكون داخلة عشان تحل المشكلة دي بتمد القوى اللي داخلها في النقطة بتمد القوى وتلغيها في حصة الاختيار والمقالي هتلاجوا مسال تاني على الفكرة دي طيب ده مسال الشكل السوداسي نشوف مسال المستطيل والمربع سؤال 11 ده على المربع وده سهل انهم تكونوا عارف خاص المربع اديك قالب بيه جيم ده مربع قصرت القوى خمسة واربع جزر اثنين وتمانية في الاتجاهات قالب بيه وعلف جيم وعلف دال عايزين محصلة القوى دي في الاول يتأكد ان القوى دي كلها طلع من نقطة واحد مفيش اتجاه مختلف قالب بيه طلع من نقطة الف وعلف جيم طلع من الف وعلف دال طلع من الف ايبا كلهم طلعين من نقطة الف ايبا دي سهلة لو فيه قوى داخلها في نقطة الف هتمدها طيب تعال نكتب القوى والزوى بتاعتها القوى اللي عندك بخمسة واربع جزر اثنين وتمانية القوى الاولى منطبقة على محور السينات ايبا زويتها بصفر القوى التانية فين زويتها ايبدا من محور السينات دي زويتها قياسها كم درجة من خواص المربع ان القطر بينصف زويت المربع هي زويت المربع كلها تسعين القطر بينصف يبا هنا خمسة واربعين وهنا خمسة واربعين لازم تكون عارف خواص الاشكال ايبا القوى التانية زويتها خمسة واربعين درجة القوى التالتة اللي هي تمانية زويتها كم زويتها تسعين وهي في اتجاه الشمالي بزاويتها 90 درجة كده عندك كل قوة والزاوة بتاعتها نقدر نجيب سين وصاد أنا جايبهم هنا سين هتضرب كل قوة في جهة الزاوية الصاد هتضرب كل قوة في جهة الزاوية لما تجيب السين هتطلع معاك بتسع نيوتن لما تجيب الصاد هتطلع معاك بتناشر نيوتن كده نقدر نجيب المقدار والاتجاه المقدار جازر سين تربيع زياد سات تربيع أربع دول هتبقى 9 تربيع زياد 12 تربيع هتسوي 15 نيوتن ده كده مقدار المحصلة الاتجاه هنقسم صاد على سين يبقى هنقسم 12 على 9 اضغط shift تتان 12 على 9 الزواء هتطلع معاك ب53 درجة و8 دجاي دخلها الربع لشارط هنا موجب وموجب يعني الربع الاول فهنسيب الزواء زي مهي يبقى المحصلة مقدارها 15 وزاويتها 53 هو عايز المحصلة على صورة القطبية الصورة القطبية عبارة عن معيار وزاوية المعيار اللي هو مقدار المحصلة يبقى المحصلة معيارها سوى 15 وزاويتها 53 درجة و8 دجاي دي كده المحصلة على الصورة القطبية وعايزك تخلي بالك هنا ان القطر في المربع بينص في الزاوية انما في المستطيل مش بينص في الزاوية زي المثال اللي جاي ده السؤال الجاب للاخير معانا مراد مستطيل مدك ألف به جيم دال مستطيل القوة باربعة وعشرة وست اتجاهاتها ألف به وألف جيم وألف دال كلهم طلعين من النقطة ألف مفيش اتجاه مختلف برضو سهلة ومدك معطى كمان مدك طول به جيم بتلاتة سنطي وطول ألف به باربعة سنطي هنحتاج الأضلع دي هنا مش عايز مقدر المحصلة تهو عايز زاوية المحصلة بس طيب تعالي نعمل الجدول بتاعنا القوة اللي عندك باربعة وعشرة وست تعالي نشوف الزاوية بتاعتها لو عايز ترسم المحاور هنا ترسمها منين ترسمها من عنده نقطة ألف عشان كل القوة طلع من نقطة ألف أو هي واضحة كمان من غير محاور ده مثلا محور السينات وده محور الصداد تعالي نجيب الزاوية بتاعت القوة القوة الأولى باربعة دي على محور السينات بزاويتها بصفر القوة الثانية اللي هي عشر فين زاويتها ابدا من الاتجاه الموجب لمحور السينات دي زاويتها في المربع المثال اللي فات كنا بنقول الزاوية دي خمسة واربعين عشان القطر في المربع بينص في زاوية إنما في المستطيل مش بينص في الزاوية القطر مش بينصف الزاوية فالزاوية دي بكام ما نعرفهاش هنسميها ها نسميها اي اسم يبقى القوة الثانية زاويتها ها القوة الثالثة اللي هي الستة دي في اتجاه الشمال يبقى زاويتها تسعين تعال نجيب السين والصاد السين هضرب القوة في جتة الزاوية هتبقى اربعة جتة صفر زائد عشرة جتة ها اللي احنا ما نعرفهاش زاية 6 جاية 90 الصاد نضرب في جاية 4 جاية 0 10 جاية 6 جاية 90 عشان أحل المثال لازم أعرف جاية هية بكام وجاية هية بكام أعرفهم منين من المثلث القائم ده ته عندك المثلث قالب بهجيم ده مسلث قائم عندك في ضلعين تقدر تجيب الضلع الثالث من نظرات في صغرص تربع الثلاثة والأربع تجمحهم وتجيب الجزر الوطر هيطلع معك بخمسة سنطي كده عندك الثلاثة أضلع تقدر تجيب جاية هية وجاية من المثلث القائم إبه هنا هنجيب جاية هية وهنجيب جاية هية من القانين الجاية مجاور على وطر إبه تساوي 4 على 5 قانون الجاية مقابل على وطر إبه بتساوي 3 على 5 هتعوض عنهم هنا عن الجاية والجاية إبه أقول له السين بتساوي 4 جاية 0 زائد 10 في جاية هية جاية هية جبناها بـ 4 على 5 زائد ستة جاتة تسعين اكتب الكلام ده بالقالة هتطلع معاك باثناشر دي اللي هي السين الصاد اقول له اربعة جاء صفر زائد عشرة في جاهة جاهة عندنا هنا بثلاثة على الخمس زائد ستة جاءة تسعين اكتب الكلام ده بالقالة برضو هتطلع معاك باثناشر في المسألة بيقول لك محصلة القوة تصنع زاوة كان احنا عايزين الزاوة بس الزاوة بنجيبها من قانون الزا زاهة يسوي صاد على سين هتكسم دولة على بعض 12 على 12 بتساوي واحد اضغط شفتي تان شفتي تان واحد الزاوة تطلع معاك بخمسة واربعين درجة دخلها الربع على حسب الاشارة هنا موجب موجب ده الربع الاول الربع الاول يبت تسيبها زي ما هي يبت زاوية طلعت معانا بخمسة واربعين درجة ده سؤال 12 تعني اخد اخر سؤال في الحصة اخر مثال معانا انا حلو هنا بس هناخد علم الحوضة مهمة هو مديك الرسم ومديك الزاوية عندك هنا اربع قوة الزاوة دي 30 تعرف ان دي 60 عشان كلها 90 دي 30 يبقى فضل لك 60 دي 60 يبقى فضل لك 30 تعني نجيب زاوية كل قوة القوة الاولى زاويتها الزاوة دي ليه قياسة 30 درجة القوة التانية زاويتها ابدأ من محور السينات لغاية ما توصل للقوة هتجمع 60 و60 و30 و150 درجة القوة التالتة هتبدأ من محور السينات لغاية ما توصل للقوة يعني اعتبر 180 زائد 60 240 اخر القوة دي في اتجاه الجنوب بزاويتها 270 عندك كل القوة وزاويتها نقدر نجيب السين والصاد السين تدر في جاته الصاد تدر في جاته لما تجيب السين هنا هتطلع معك بتلات تلاتة نيوتن لما تجيب الصاد هتطلع معك بصفر عندك السين والصاد نقدر نجيب مقدار المحصلة هتربحه تبقى صفر تربيع زائد تلاتة تربيع بتسوي تلاتة نيوتن الملحوظة هنا في الزاوية ازاي نجيب الزاوية الملحوظة بتقول لك لما تلاقي الصاد بصفر او السين بصفر واحدة فيهم بصفر تعرف ان المحصلة هتطلع على المحاور اما على محور السينات او محور الصادات تعرف منين شوف الصفر فيه لو لاجيت الصاد بتسوي صفر تعرف ان المحصلة هتطلع على محور السينات المحصلة هتكون في اتجاه محور السينات في اتجاه محور السينات يعني اما ناحية الشرق او ناحية الغرب وبالتالي زاويتها هتكون إما بصفر أو بمية وتمانين أعرف أمنين أنها تطلع ناحية الشرق أو الغرب من إشارة السين ما أنت عندك الصاد بصفر والسين برقم هتشوف إشارة الرقم ده موجب ولا سالب لو موجب يبقى المحاصلة في اتجاه سين الموجبة يعني في اتجاه الشرق وبالتالي زاويتها هتكون صفر لو السين سالب يبقى المحاصلة تطلع في اتجاه سين السالبة يعني في اتجاه الغرب وبالتالي زاويتها مية وتمانين طب لو العكس لو السين بصفر لو السين بصفر يبقى المحاصلة في اتجاه محور الصدات المحاصلة في اتجاه الصدات يعني ايه في اتجاه الصدات يعني اما اتجاه الشمال او اتجاه الجنوب من اللي حدد لك الاتجاه اشارة الصاد السين بصفر فتشوف الرقم بتاع الصاد موجب ولا سالب لو الصاد موجب يبقى انت ناحية صاد الموجب يعني ناحية الشمال فالزواج تكون بتسعين لو الصاد اشارتها سالب يبقى انت ناحية صاد السالبة نحية صاد السالب فالزاوة هنا تكون بـ 270 يبقى اللي بحدد لك هنا شرط الصاد موجب يبقى نحية الشمال الزاوة بـ 90 سالب نحية الجنوب الزاوة 270 فاحنا عندنا نرف مثالنا هنا الصاد طلعت بصفر الصاد بصفر فالمحاصلة في اتجاه السينات يعني إما شرق أو غرب أعرف منين على حسب شرط السين شرط السين هنا موجب يبقى المحاصلة تطلع في اتجاه سين الموجبة يعني نحية الشرق زاويتها بكام زاويتها بصفر إبقى زاوة المحاصلة بتزاوي صفر بنعمل الكلام ده لو لجيت الصوت بصفر أو السين بصفر ملخص الحصة الثالثة في الاستاتيكة محصلة عدة قوة مطلقية في نقطة الدرس الأول كان بيديك قوتين بس وجلك هات محصلتهم هنا هيديك أكتر من قوة هيديك ثلاث قوة أو أربح قوة أو أكتر وجلك هات محصلتهم عندك فكرتين هنا القوة ممكن يدها لك كمتجهات وممكن يدها لك كمقادير لو يدها لك كمتجهات بتجمع القوة اللي عندك المحصلة بتساوي مجموع القوة اللي بتأثر على الجسم دي لو كانت متجهات إنما لو كانت مقادير في المسألة هيديك القوة واتجاهها أهم خاطوة في المسألة دي أنك ترسم صح هترسم القوة دي على الشبكة التربعية ترسم القوة على حسب الاتجاهات اللي مدها لك وعشان تجيب المحصلة بتعمل الجدول ده فوق بتكتب القوة وتحت تكتب الزواية بتاعتها الزواية بتاعتها ازاي يجيبها؟ دايما بانجيس الزواية من الاتجاه الموجب لمحور السينات مثلا الزواية الاولى دي ناحية الشرق ناحية الشرق يبدأ زاويتها بصفر القوة التانية فين زاويتها؟ ابدأ من الاتجاه الموجب لمحور السينات لغاية ما توصل للقوة اتلقى 60 درجة القوة التالتة فين زاويتها؟ ابدأ من محور السينات تغبط في القوة. القوة الرابعة نفس الكلام. نبدأ من محور السنات لغاية ما نوصل للقوة. كده عندك القوة والزاوة بتاعتها. عشان نجيبه المحاصلة بنعمل اربع خطوات. بنجيب سين وصاد ومقدار المحاصلة واتجاه المحاصلة. سين بنضرب كل قوة في جهة الزاوة بتاعتها. اضرب القوة في جهة الزاوية. اما الصاد بنضرب كل قوة في جهة الزاوة بتاعتها. اضرب القوة في جهة الزاوية. السين تضرب في جهة. الصاد تضرب في جهة. هتجمع دول يديك السين ويدك الصاد. كده عندك السين والصاد تقدر تجيب مقدار المحاصلة واتجاهها. مقدار المحاصلة قانون وجازر سين تربية زاية صاد تربية. المقدار مثلا يطلع معك اربع نيوت. اتجاه المحاصلة بيجي من القانون زاهيه يساوي صاد على سين. هتكسم صاد على سين. الناتج اللي يطلع في الاخر تضغط shift. shift تان الناتج ده. ومليكش داعه بالسالب. هتطلع معك الزاوية مثلا ستين. بعد ما الزاوية تطلع لازم تدخلها في الربع بتاعها. بتدخلها في الربع على حسب اشارة السين والصاد. السين هنا سالب وصاد موجب. سالب وموجب ده الربع التاني. الزاوية لما تدخل الربع التاني بنطرح من مئة وتمانين. الربع التالت بتجمع مئة وتمانين. الربع الرابع بتطرح من تلتمة وستين. اما الربع الاول بينسيبها زي ما هي. في الاخر نقول له المحاصلة مقدارها 4 نيوتن وزوئيتها 120 درجة. كده الحمدلله خلصنا الدرس الثالث معنا في الاستاتيكا. بعد الحصة على طول اسم احتمارين الدرس ده هتلاجه في حصة الاختيار والمقالي. هسيب لك الحصة دي في الوصفة او في التعليقات. وهتلاجي كل الكلام اللي بينقوله في الحصة موجود في المذكر. اللي عايز المذكرة يتكلمنا على الرقم ده. الحصة جاي ناخد اخر درس في الاستاتيكا الى اتزام. كل حصة سلمان هجي هتلوها في القائمة اللي تظهر هنا دي. واشوفكم الحصة جاي ان شاء الله.